اشتركوا في القناة كل ده هنعرفه بإذن الله من خلال ضيفي الدكتور رقفة يوسف أستاذ علم الإدارة واستشاري التنمية البشرية أهلا بك يا دكتور رقفة صباح أشياء باش إزاي حضرتك أنا بشكرك طبعا على موضوع الفقر النهار لأن ده ممكن يواجهنا في أحوال كتير الصديق العدو ممكن حد يستغرب من فكرة الصديق العدو ولكن ممكن الصديق المقرب بعد كده يبقى عدوه عارف عني حاجات كتير ومن هنا تبدأ المشكلة فما بدأنا عايزين نعرفه في البداية طيب إحنا عشان بس نخلي المشاهدين يبقوا متابعين معنا أنا لسبوع اللي فات اتكلمنا على العلاقات السامة في مجال العمل وجبنا سيرة الصديق العدوه واسمه بالإنجليش فرينيمي فرينيمي جاي من كلمة فرند وإنيمي يعني صديق وعدوه في نفس الوقت عايزة أبتدي كده بالمقولة اللطيفة اللي بتقول احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة ياريت الناس تركز في القصة دي لأن الصديق العدو أو الفرينيمي لما بيجي لك هو شكله ملاك بيعمل إيه بيتودد إليك بيحاول يوصلك إن هو ضهرك بيحاول دايما إن هو يعرف معلومات عنك عشان يقدر يستخدمها في الوقت المناسب حاجة تانية هو دائم الطلب يعني طول اللي اللي بيقولك عامل لي كذا طبعا عايز كذا عايز كذا كل ده والرغم من كده من وراك بيعمل إيه بيحاول بقدر إمكان إن هو يخدر بيك عندنا مثال كده لطيف فيلم ملاك اسكندرية لو نفتكر أحمد عز وخالد صالح الجملة الشهيرة اللي قالها أحمد عز لخالد صالح قال له خدت كام يا منتصر جملة دي كانت من جملة الشهيرة جدا خدت كام يا منتصر وعمل له كده قال له اتنين يعني اتنين مليون كانوا بيقولوا أنا أخدت الغدر والخيانة دي تمن اللي أنا عملته معاك فالمثال شهير من التاريخ عايزين نركز عليه الرئيس رقم اتنين ورقم ثلاثة لأمريكا رقم اتنين لأمريكا كان اسمه جون آدمز ورقم ثلاثة كان توماس جيفرسون عايزين ناخد بس كده يعني معنوات بسيطة عن القص تم جون آدمز هو كان قصير قوي كان شكله مش لطيف كان شعره خفيف شوية كان فقير وما كانش من عيلة كبيرة التاني بقى اللي هو توماس جيفرسون اللي هو الرئيس التالت كان غني جدا كان من عيلة كبيرة كان سمارت فدي كانت غالبا أحد الأسباب النفسانة بتاعت جون آدمز اللي هو رئيس رقم اتنين على توماس جيفرسون اللي هو رقم ثلاثة ودي كانت أول حالة في تاريخ أمريكا رئيس يرفض حضور مراسم تنصيب الرئيس البعض جون آدمز رفض أنه يحضر حفل تنصيب توماس جيفرسون اللي هو أساسا كان صديقه هما كانوا أصدقاء برغم أن كل واحد منهم كان بينتمي لحزبه معين وامرات توماس جيفرسون اللي هو الرئيس التالت ماتت فجون آدمز اللي هو رئيس التاني قال له إحنا بنعتبرك جوزء من العيلة بتاعتنا شوف العلاقة وصلت إلى هذه الدرجة من القوة في نهاية المطاف لما دخلوا بقى في الصراع على أنه هو مين يمسك أمريكا وفي الآخر فاز في الأول جون آدمز وبعدين جي بعده توماس جيفرسون ياريت المشاهدين يدخلوا وتفرجوا على مشهد موت جون آدمز قال إيه؟ هو بالمناسبة ماتوا الاثنين في نفس اليوم وبينهم أربع ساعات صدفة عجيبة دي صدفة غريبة جدا وبالمناسبة اللي مات في الأول هو الرئيس التالت اللي هو توماس جيفرسون لكن جون آدمز كان فاكر أنه هو اللي بيموت في الأول فالجملة الأخيرة اللي جات في الفيلم بيقول لابنه متهيئل أنه لسه توماس جيفرسون عايش يعني عايز يقول له هو حتى محظوظ أن أنا هموت قبله هو بالفعل كان العكس اللي حصل يعني حتى وإنت بتموت بتحاول أنك أنت تنتقم من الشخص اللي هو في يوم من الأيام كان صديق ليك دي مشكلة كبيرة جدا يعني برضو فكرة أن أنت بتفتح قلبك لأي شخص بدون حسيب أو رقيب دي برضو محتاجة إعادة نظر أي نقطة دي مهمة جدا حتى لو كان أقرب المقربين ما هي دي الفكرة بقى هو يعني أقرب المقربين وتقدر منين تقول الكلام ده يعني احنا بنشوف ناس للأسف مش حكيمة الحكمة بتقول اعرف الشخص مش وقت اللطيف وقت الاسترس أنا مزنوقه محتاجك مرة واثنين وثلاثة عشوف هتعمل إيه لكن احنا للأسف الشام بيجي لنا واحد ملامحه ملامح ملائك ملائكية فتقول ده عنده قبول عنيف جدا ودي المصيبة بقى أنه عادة الفرينمي ده أو الصديق العدو بيبعنده قبول عالي جدا فبيستغل النقطة دي أنه يوصل لك أنه أنا بحبك وأنه أنا يعني مبسوط جدا أنه أنا معاك يبتدي ياخد منك كل المعلومات الخاصة ولا عندهم فكرة النسون الجميل ولا عندهم فكرة أخلاقيات ولا أي حاجة خالص هو وصل دلوقتي للمعلومات اللي هيستخدمها أنه هو يقدر يحربك بيها احنا بنقول الشخص لازم يبقى حكيم أنا أعرفك منين عشان أقول لك أسرار وحتى لو أعرفك طب السر اللي ما أقوله لك أنا هستفيد إيه ما هو مفروض ده سر فخليه معايا فدي أحد النقاط الأساسية الشام إنك أنت اللي لازم تبقى حريص لو جينا بقى الأنواع الصديق العدو عندنا كذا نوع منه النوع الأول بنسميه الكونترولر اللي هو المسيطر معاك في الشغل ودايما عايزك تعمل كل حاجة اللي هو يقولك عليها مش أنت اللي تقترحها كأنه بيحط لك خطة لكل حاجة تعملها وبيدي لك إيهام إنه هو فاهم كويس فأنت تبقى مبسوط وإنت معاه فيقولك لا إحنا هنعمل كذا ما تقلقش بس هو في الآخر بيعمل إيه بيحركك في الاتجاه اللي هو لو في يوم الأيام عايز يضمرك بيه هيقدر يعمل كده فده أول نوع بنسميه الكونترولر التاني بنسميه الغيور اللي هو بيحب دايما يبين شغله هو أكتر من شغلك ويدايق جدا لو فيه اجتماعي وإحنا قاعدين مع بعض وابتديت أنت بشكل أو بآخر أنت تبين شغلك يعني هقولك على حاجة عارف قد إيه أنه الناس دي بتبقى أزكية كنت بشتغل استشاري إدارة لأحد الشركات وفيه بعض المديرين الموودين ماحيانا ممكن ما بقاش حابب إن استشاري جاي من بره لما حبي هو يعني يخدر بي عند صاحب الشركة ما راحش قال له ده راجل وحش قال له لا قال له أفندم ده كل الشركة بتقول إن قرار حضرتك إنك تجيب الراجل ده كان قرار جيد جدا ده كل الناس جوه الشركة بتحبه جدا شفت هو عمل إيه هنا فهنا رمى فكرة الغيرة عند صاحب الشركة هو إيه الفكرة بقى يعني يجي حد يسحب السجادة من تحت رجلي فكان ده سبب الخلاف فده منسميه الغيور زكي زكي جدا عندنا نوع تالت من الفرنمي أو الصديق العدو بنسميه السلبي اللي طول النهار يحسسك إنه هو مظلوم ويقعد يشتكي ويشتكي لك من ناس فحضرتك ببراءة شديدة جدا تقول له آه الله عندك حق ده الراجل ده سيء في كذا وفي كذا وفي كذا ياخد المعلومات دي ويروح يوصلها في لحظة فده النوع التالت عندنا النوع الرابع بنسميه السلبي العنيف اللي هو المثل البلدي أو مش عارف في الوش مراية وفي الأفا سلاية المثل القديم ده يوم مثلا ما يتدايق منك يروح شايلك من عنده من على الفيسبوك مثلا ويبتيجي تقول له يقول لك لا دي ممكن حصلت بالخطأ فشايف الأنواع شكلها إيه وكل نوع منهم بيتمتع بذكاء شديد جدا بس بيغلب عليهم قلة الأصل جميعا ما هو ما بيبانش كده في الأول بيبان إمتى لما حضرتك بقى تدخل فيه سراع أو لما يحس أنك انت ابتديت تبقى منافس ليبتدي بقى يستغل الحاجات لكن عايز أعرف يا دكتور رقفة هل النوع ده بيكون داخل العلاقة على هذا الأسس ولا بيتحول فيما بعد لما بتتغل في منطقة الصراعات لو رجعنا للقصة بتاع جون آدمز وتوماس جيفرسون هي الفكرة في حاجة صغيرة عادة الشخص الصديق العدو بيعاني من بعد عقد النقص وعقد النقص أسبابها أربع حاجات فعقد النقص دي مديقه قوي فبس هو ما بيبانش في الأول قيدة خالص بيبان أنه عايز يبقى قريب منك لكن هو من الأول هو عايز يخضر بيك مصادر عقد النقص ونركبها على القصة بتاعت الرئيس الثاني والثالث لأمريك أول حاجة بيكون ممكن يكون سبب جسماني فتلاقي مثلا شكلا شكلا مش حلو قصير شوية عنده مشكلة جسمانية ويلاقيك انت العكس فيبقى متدايق منك بشكل أو بآخر وسبحان الله لو ركبت الكلام دي على ملاك اسكندرية هنشوف القصة ما بين أحمد عايز ما بين خالد صالح فبرضو دي كانت نقطة معينة الحاجة التانية ممكن تكون بشكل أو بآخر حاجة نتيجة لإمكانيات عقلية فتلاقي الشخص اللي هو بيلعب دور الصديق العدو ممكن تبقى إمكانياته العقلية أليلة شوية وشايفك انت على المستوى الآخر زاكي جدا ولماح وعندك إمكانيات عقلية عالية السبب التالت لعقد الناس أحيانا بيبقى سبب اجتماعي مش مقصود بها غنى وفقر بس بيكون من أسرة ضاعة الأب شغلته ضاعة الأم شغلتها ضاعة فطلع هو والأب والأم منشغلين عنه تماما ودي رسالة مهمة للأباء فطلع عنده عقد ناقص لما يلاقي حد ناجح جنبه ويعمل إيه يدور بقى إزاي خليه يفشل يعني البيت البايز بيطلالي شخصية بهذا الشكل إلى حد ما إلى حد كبير وعشانا كده احنا بنقول حكمة الأب والأم يعني لما نفتكر مثلا موسوليني موسوليني طلع ديكتاتور إيطالي ليه إن الأب نفسه كان بيعمله معاملة سيئة جدا ما بيهتمش به مر الولد نفسه اللي هو موسوليني لما تضرب في المدرسة ورجع أبو قاله لا إزاي تضرب تروح بكرة تضرب الولد ده فشخصية الولد ابتدت تطلع بالشكل أنا مش عايز حد ناجح تماما جنبي لو ناخد مثال تاني هتلر ورومل لما رومل ناجح جدا هتلر اتحول من صديق إلى عدو أو اللي هو فكرة الصديق العدو قالوله ده رومل ابتدى يلمع نفسه إيه اللي حصل جابوه ألمانيا وبلغوه يا إما إن احنا ندخلك إعدام يا إما تاخد مادة سماس ما يصنيد عشان تنتح فاحنا بنقول لناس خلي بالك من القصة دي ولو أنت شاطر ما تحاولش طول الوقت يعني لسه والله الكلام ده كنت بقوله لحد لسه ولد صغير ومش قادر يفهم القصة دي إن أنا لما أبين إمكانيتي بشكل عنيف جدا بخلي إيه بخلي معلات زرع اللفظ الكلاب تنبح علي يا جامد ليه لأنهما حسوا كلهم إنهما إيه إنهما أقزام جنبي لا بقوله لما تبقى حتى مثلا قاعد في اجتماع وعارف كل إجابات الأسئلة اللي بتتسئل جاوب مرة أو اتنين لكن لو أنت بتجاوب كل الأسئلة وباقي الناس اللي قاعد ما حدش عارف يجاوب ولا سؤال هو أنت فاكر إن دي شطارة دي مش شطارة والمصيبة الكبرى تبقى إيه بقى لو مديره قاعد جنبه ومديره مش عارف يجاوب وهو بيجاوب إيه اللي هيحصل خلصة تقص دي بقى كل الاتجاهات دي حقيقة الحكمة يا شام الحكمة الحكمة إنك أنت تبقى عارف أولا إنك تبقى فاهم الراجل ده اللي بيظهر في سورة ملاك هو فعلا ملاك ولا لأ لو أنا مش قادر أحدد إيبقى أنا هعتبر إنه هو في النص لملاك ولا شطان واتعامل معاه لهذا المستوى فدي أول نقطة النقطة التانية في حدود يعني حدود ما تخليش المسافة بينك وبين الشخص ده زيرو في حدود في حاجات تتقال وفي حاجات ما تتقالش الحاجات اللي تتقال كمان أنا لازم يبقى حاطت في دماغي احتمال 50% ممكن يسربها و50% ممكن لو قلت له سر وابقى حاطت في دماغي حتى لو تسربت ما تعمليش مشكلة فدي تاني نقطة النقطة التالتة وده خطأ ناس كتيرة بتقع فيه ما تتكلمش عنه بشكل سلبي يعني حتى لو اكتشفت أنا اكتشفت أني أنت يا هشام الصديق العدو ما عدش مع فلان وعلان أقول له ده هشام ده خبيث خلي بالك منه لأنه يزود المشكلة أكتر لأن الشخص ده ممكن برضي يكون صديق عدو ده حقيقة الحاجة الرابعة المواجهة بس باحترافية يعني تعال جيبه وقال له هشام معلش إحنا أصدقاء من زمان بس أنا عايز أتكلم معاك في حاجة معينة بغض النظر مين اللي ألهالي بس أنا وصلني الحاجة الفلانية أنا جاي عشان أتأكد منك لأنه وارد فأنت بترمهاله حتى بشكل أو بآخر عشان يتفرمي يعني حتى لو قالك لا دي ما حصلتش قلت له خلاص أنا بس حبيت أتأكد منك بالبلد كده أنا بلقع كلام ورميت له حاجة معينة أنه أنا وصلني الحاجة دي وياريت الكلام ده ما يكررش تاني آخر استراتيجية تتعامل بيها لو أنت حزرت مرة واثنين وثلاثة ووجهته مرة واثنين وثلاثة ولم يلتزم يبقى هنا فكرة الفرق خلاص اللي ابتعد خلاص نبتعد عن الشخص طيب قولي يا دكتور هو أنا دلوقتي إزاي ممكن أكتشف هذه الشخصية أنا مش عايز أقع في المحذور يعني إزاي ممكن يكون عندي كده يعني حسستسة زي ما احنا بنقول ونقدر نستشعر وجود هذا الشخص أبدأ أخذ حضري منه وعدل من أوضاعي قبل ما تحصل المشكلة هقول لك على حاجة عشام دايما الحاجة اللي بتبقى مش طبيعية شوية أو فيها نوع من المغالاة يعني مثلا لو حضرتك بخيل وعايز تبين لي أن أنت كريم عشان عايز تدخلني مثلا في مشروع معاك وأنت في الآخر يعني بتحطيط لي الخيانة والغدر في الآخر بتعمل إيه بتعمل العكس تقعد معايا مثلا وفي مكانه وتحزيمني على مكان غالي جدا ومثلا تبقى أنت دافع ألف جنيه ده الفطورة سايب للراجل 300 جنيه مثلا تبس كل دي تديني انطباعني فيه نوع من المغالاة فلما تيجي حضرتك وتحاول اللي ورد كله سوري اللي ورد كله الله ينور عليك لما لقيك بتتقرب لي وتحاول بقدر الإمكان أنك أنت تتواصل معايا وتحسسني أن أنت أي حاجة بتعملها لي داي ديني انطباعني فيه حاجة مش طبيعية لأن ردود أفعالك فيها نوع من المغالاة بس خلي بالك مش كل الصديق عدو ممكن تقع منه حاجة زي كده ممكن يبقى ذاكي جدا لدرجة أن انت مش قادر تكتشفه طيب أنا مش قادر تكتشفه ولسه ما جربتوش لمرة ولا اتنين ولا تلاتة في ظروف صعبة يبقى تتعامل معاه خمسين خمسين الحاجة التانية لو في حد بتثق فيه من الناس اللي حواليك حاول تعرف منه معلومات عن الشخص ده قبل ما تحاول أنك أنت تشيل الحاجز اللي بينك وبينه يعني ببساطة يا هشام الحرص والحكمة وبالمناسبة وجود العدو الصديق العدو في حياتك ممكن تعتبره ميزة مش عيب لأنه بيخليك تتعلم الحذر وتتعلم الحكمة وتتعلم أنك أنت تبقى ما تثقش في الناس بسهولة جدا دي خبرة أنت ممكن بتخدش بيتعلم ببالاش دي حقيقة بس خلي بالك ياريت ما يكونش التمن غالي يعني ياريت ما يكونش التمن غالي لأنه أحيانا التمن الغالي ده ممكن يخليك تفقد شغلتك ممكن يخليك تفقد أعز الناس ليك لأنه الشخص اللي دخل ده بيحاول بقدر الإمكان أنه هو يبوز علاقتك بالناس الحاجة اللي برضو قلناها أو اللي أنا قلتها فكرة يعني حتى في الاجتماعات أو لما بديجي نقيم حد في الانترفيو أحيانا ما بمص على حاجة من الثلاث حاجات اللي أنا قلتهم اللي ممكن يكونوا مصادر عقد نقص لأنه لو عنده عقدة نقص احتمالية أنه هو يبقى عنده مشكلة الصديق العدوها تبقى أعلى لأنه هو مش مبسوط بنفسه مش ساتسفايد بنفسه فأكتر حاجة عملها إيه بدل أنا مش قادر أبين نفسي فأعمل إيه أقلل من الناس فأقلل من الناس إزاي إن أنا أكشفك قدام الناس إن أنت عندك مشكلة طيب لو الشخص ده تحول لموقع مسئولية إزاي ده ممكن يهد منظومه ده تبقى كارثة عشان كده دايما إحنا بنحاول بقدر الإمكان وإحنا بنعمل بس في بعض ناس يقول لك الكرسي بيغير لا هو مش بيغير أنت كنت كده بس نستني الفرصة طيب إحنا عندنا ثلاث أنواع من البشرة ناس عندها قيم وستصر عليها حتى النهاية ناس عندها قيم بس مع التغيير ومع الكرسي ومع الحش اللي حوالين الكرسي ممكن يتغيروا الناس الثالثة ما عندهمش قيم من الأول فأنت عندك مجموعتين المجموعة الأولى لا ده مستحيل لأنه هو متربي بشكل معين المجموعة الثانية عندهم قيم بس مع الظروف الظروف ده مش لازم تبقى صعبة ده ممكن تبقى إيجابية لأن الحشة اللي حواليها هيقول له أنت عبقاري أنت ما حصلتش أنت هاي مع الوقت يبتدي يتغير عشان كده دايما احنا بنقول للناس حاول تبعد عنك ناس اسمهم اليسمن اللي هم رجال نعم اللي بيقولوا لكن تهيل يعني ممكن أحد الرؤساء الأمريكان كان رونالد ريجن لو كان أي حد بيقوله أنت كويس كان بيبعدوا عنه شوف العكس تماما بقى الناس بقى اللي عايزين يلعبوا اللعبة دي لما لقوا قصة دي حصلت مع واحد أو اتنين عملوا يتوقف وقالك لأ ده مش مفتاح الراجل ده إن احنا نشتغله فبلاش القصة دي مع الراجل ده لكن لو أنت كمدير في مكان اديت الفرصة دي للناس حد جي بالبلد يشتغلك وانت انبسط وابتديت تقربوا منك ايه اللي هيحصل باقي الناس هتعملك هتلاقي دول كتره هتلاقي دول كتره حواليك ده حية طب قولي يا دكتور رقفة هو الشخص اللي هو الصديق والعدو خاطره أكبر في الشغل ولا في الحياة العامة طبعا في الاتنين في الاتنين لأنه يعني طبعا في شغله في شغلك ممكن يضيع عليك المكان اللي انت فيه وفي أسرتك طبعا وفي أسرتك ممكن يعملك كوارث مع أقرب الناس ليك زي مراتك وحيانا يا جماعة بتلاقي وشفناها في أفلام كتيرة جدا يظهر حد في النص كأنه بيقرب بينك وبين مراتك وانت مش عارف ان هو في الآخر وليه مصلحة ان العلاقة دي تبوز هو مثلا كان بيحب الست دي قبل كده ونفسه يرجع لها تاني شفنا أفلام كتيرة بالمنظر ده فأنا أعرف منين الراجل ده عشان أدخله كطرف تالت أو كشخص يقدر يحاول انه يحل المشكلة بيني وبين مراتي أو بيني وبين أخوي أو بيني أو بين أقرب الناس فهي حذر وحكمة دول مفتاح التعامل مع الشخص ده ممكن حد يتظلم مني في النص بقى في الحتة دي لأن فيه ناس نوايا طيبة وممكن تكون بتتخذ مسالك شبه كده هو بيتقرب منك عايزك مبسوط سعيد بينصحك بيرشدك فأنت ممكن دماغك تقول لك لا ده ممكن يكون صديق عدو وهو في نفس الوقت هو رجل محترم فعلا بيحبك عايز لك الخير الفكرة بقى أفرزها إزاي بقى قرية الناس أولا قرية الناس دي موهبة عند بعض الأشخاص الحاجة التانية أنك انت مع الخبرة بتقدر تحس القصة دي الحاجة التالتة زي ما احنا قلنا يعني أنا مش أخسر حاجة لو تعاملت معاك ومازلت في مرحلة الحياد أنا مش قادر أقرب منك أو أبعد عنك خليني يعني أشوف أنت بتعمل إيه أشوف علاقاتك بالناس شكلها إزاي وممكن من خلال علاقاتك بالناس يعني هقول لك حاجة صوارة جدا لو أنت بتتعامل معايا بأدب وإخلاق وشايفك مع ناس تانية بتتعامل بشكل مختلف ما شئ طبيعي أنت بتكون بتعمل معايا كده طب ما بس أنت لو راجل مؤدب ممكن يقول لك أنا بتعامل مع كل أحد بطريقته طب ما أنا شايف أنك بتتعامل فلأتعملت مع داحك تاكل آه بس أنا شايفك بتتعامل مع ناس مؤدبة تاني بس بشكل مختلف يمكن عشان هما صغيرين مش مديرين ولا حاجة فلا يعني المتابعة مهمة جدا بإذن الله كلنا نتابع وناخد حضارنا مشكورك جدا يا دكتور رفا شكرا جزيلا كانت فقرة لطيفة جدا كالمعتاد وبإذن الله نتقابل على خير الأسبوع الجاي شكرا جزيلا وبكده مشاهدينا بنكون وصلنا لختم حلقتنا النهاردة من صباحك مصري هشوفكم بكرة بإذن الله وحلقة جديدة من البرنامج شكرا جزيلا